اراد الرسول يكرم زيد اكرام كبير قال يا زيد انا بزوجك لكن من بزوجها هو مولى فذهب النبي يخطب له زينب بنت جحش قرشية حسيبة نسيبة لها قيمتها في مجتمعها يعني من علية القوم يا امرأة النبي صلى الله عليه يخطب لا يخطب لزيد قال اني اخطيبك لزيد بن حارثة قالت والله لا يناكحني يعني ما نيب موافقة فالرسول جالسي بيبيله يعني نزيد رجل وصفه كذا وفيه من الخير كذا ثم وقفت قالت اهو امر من الله ورسوله ان كان امر موضوع ثاني وهي جالسة ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم نزل قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة فعلمت انه امر من الله فقالت امر من الله قال نعم قالت رضيت به يا رسول الله